هل توجد صفات مشتركة بين الشركين؟ أم لا تحب أن يكون في اختلاف؟ يجب أن يكونوا اثنين رائعين أو اثنين عصبيين يتقاتلون مع بعضهم أهساً شيء هذا الحل الوحيد يعني لا أكيد أنا مع الشقة الثانية يكون في اختلاف تماماً لماذا؟ يعني لكي يكونوا اثنين بيكملوا بعضهم تماماً أنا؟ طبعاً يجب أن يكون في صفات مشتركة لماذا؟ لكي يكون في نقاط تفاهم بين الاثنين أكيد يعني يعني الاختلاف أحياناً ما بيكون كتير شيء إيجابي يعني بيعمل نفور أو بيعمل تضاد يعني حنا ممكن يتقوا بعجة شغلات دائماً الاختلاف يعني ما في اثنين يتفقوا مية بالمية تمام؟ ممكن تفقوا مثلاً لحد معين مثلاً 80 بالمية مثلاً ممكن تفقوا على سبيل المثال بالأكل باللبس بالطلعات ويمكن يختلفوا بشغلات تانية مثلاً الاختلاف هو بيكون أحلى ليش؟ بيصير يعني تمازج بالأفكار بيصير أحلى الحياة التعارف اللي بيناتوا حسب الحب اللي بيناتوا يعني بيضل إذا الوحدة بتحب التانية إجباري تتحمله بكل صفاته لا لازم يكون في اختلاف أكيد ليش؟ يعني مشان نكمل بعض يعني أنك تكوني أنت الشركة كنفس الشي فما بعش ما بحثت الضابطة ملل؟ كثير بتسبب ملل يعني أنك بدك تكون حد عندك مختلف إجباري يعني عرفتي أنه ألخل أنا من بعض لبعض؟ بكل شي يعني أصلي يعني أصلي أنه ما لازم يكوف به ولا قاسم مثلاً مختلف إيناتنا ودائماً مشترك إجباري يعني طائع دائماً بيكون في فرق بإفكارنا وأحلامنا بين أشخاص طبيعيين وناس لا أحلى يكون في اختلاف واحد أو اختلافين المهم أنه أنا متأقلة مع هذا الاختلاف وهي متأقلة مع هذا الاختلاف يعني عرفتي إن كان موجودة أو ما كان موجودة إن كتمع أو إن كن ضد نقطة نقطة